ما فيش شك الفرحة حلوة جامعية النادي الاهلي وسعادتها الكبيرة في فرقيتها وحصولها على السوبر المصري متواجدة من مبارح وفرحانين مش فقط عشان حصولها على البطولة علشان كمان شكل فريقها والحالة اللي كانت موجودة فيها الحالة الفنية لعيبة النادي الاهلي الجزء الاهم ان الروح العالية اللي كانت متواجدة عند اللعبين دي مطمنة الجمهور وطمنة الجمهور من خلال الاداء والشكل العام لفريق النادي الاهلي وبالتالي الحصول على البطولة جي من المنطق ده او من منطلق ده ان الروح الخاصة بالفنية الحامرة في المباريات الكبيرة كانت موجودة بالامس وده ساعد كتير جدا الشغل الفني والشكل الفني لمستر كولر اللي يمكن اكيد يعني لاحظنا التغير المتواجد لفريق النادي الاهلي من خلال الاداء النادي الاهلي ممكن مع كولر وانا بشوف اه سوري مع سوارش اه كان يعني كان افضل قرار لمجلس الاداء هو رحيل سوارش في التوقيت ده لان لو الراجل كان نكمل وكان فيه فرصة اخرى ليه سوارش كان الوضع بالنسبة للفريق مش هنشوفه بالشكل اللي شايفين مع كولر في الحالة الفنية راجل هادي راجل بيعرف يتعامل واضح في المباراة الكبيرة والامور الخاصة الفنية بكل دراسة للفريق اللي قدامه وايه جوانب القوة والضعف عند الفريق قدامك وفي نفس الوقت جوانب القوة والضعف عندك وازاي تعالجها وازاي تشتغل عليها وبالتالي كمان تصريحاته اللي انا من وجهة نظري افضل كتير جدا من تصريحات فريرة على الجانب الاخر في سؤاله عن البطولة القادمة والشكل والمباراة وحاجات كتير جدا اتساءل عليها كولر في المؤتمر الصحفي قبله وبعد كان عنده طبعا بعض التصريحات الجيدة اشتغل اللي هو بشكل واقعي في الملعب وبإمكانيات لعبته والشغل التنظيمي العالي وده اللي كان فارق جدا مع النادي الاهلي ممكن الحماسة في بداية اللقاء لما قدتوا تشوفوا كده اللقاء الاهلي والزمالي كانوا عندهم تحماس كبير جدا والرتم كان سريع جدا ما كانش فيه تركيز لكن الاكثر تنظيما والاكثر وجودا في الملعب بشكل منظم ومساحات يعني ممكن تكون متساوية هو النادي الاهلي وكان مركز بشكل كبير جدا على جوانب القوة في نادي الزمالي وزاي وقفها وفي نفس الوقت ازاي يتعامل في الجانب الهجومي حاجات كتير الراجل كان شغال عليها وواضح ان هو كان مركز بشكل اكبر من فريرة في نادي الزمالي وده اللي استفاد منه النادي الاهلي واللي نفزوا اللعيبة بشكل كبير جدا بشكل دقيق واستفادوا من هذه التعليمات وبالتالي كان ليه التأثير الاجابي في احراز النادي الاهلي هدف والوصول اكتر من نادي الزمالي على مرمى نادي الزمالي واستغلال الفرص والضغط اللي كان موجود ومستمر والاستحواز في وقت من الوقت كان برضو بشكل كبير وعلى الجانب الاخر نادي الزمالي ميستر فريرة اللي يمكن معرفش مداش الاهتمام لهذا اللقاء وكان برضو الامور دي وصلة للعيبة فاكتر اللعبين ما عندهمش الاهتمام باللقاء اه في بعض التحولات حصلت في اللقاء منها اصابة الوينش قبل اللقاء وفي نفس الوقت اثناء اللقاء اصابة فتوح وبالتالي بعض التغييرات الغريبة اللي ممكن عملها فريرة بتحويل عمر جابر حتى يعني ما كانش ناجح بشكل كبير في الجبل يومنا فبالتالي لما تنقله ايضا ناحت شمال هل هينجح بنفس الوضع كانت امور ممكن تكون مش في الحزبان بالنسبة للفريرة لكن اختياراته للعبين ومراكزهم وتغييراتهم كانت ممكن غريبة شوية اه الامور ممكن كمان وسر اللقاء وتصرحاته كمان ما بعد سر اللقاء